اهلا وسهلا بكم شلونكم شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية هاليوم راح نتأمل من الاهد القديم من سفر التكوين وصحاح 22 نتكلم عن إسحاق هو ابن الموعد تكوين 22 والعدد واحد مكتوب وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك إهنان أبونا إبراهيم كان عمره تقريبا ميت سنة أو فوق الميت سنة من إجالة إسحاق الله كان موعد أبونا إبراهيم أنه سيكون إلى ابن والله تمم وعده بعد انتظار طويل طبعا من السنين والتساؤلات الرب تمم وعده وإيجا إسحاق الغريب أنه الرب ليطلب من أبونا إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة والأخرب من هذا أنه أبونا إبراهيم ما تردد وهذا كان امتحان لإيمان أبونا إبراهيم بصراحة يكون كم سؤال على الآية اللي قرناها ليش ابن الموعد؟ شلون ابنك وحيدك وإسماعيل هو الموجود هو الأكبر أكبر من إسحاق وهو هم ابن أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم كان متأكد أنه ابنه ما راح يموت ما راح ينذبه إسحاق ما راح يموت أبونا وكان متأكد أيضا أنه الله إله التعويضات والنقطة الثانية أبونا إبراهيم عرف أنه الرب راح يشوف لنفسه ذبيحة ولكن هو طاء الله ابنك وحيدك بسبب إسحاق هو ابن الموعد وابن السيدة بينما إسماعيل كان ابن التدخل البشري وابن الجارية وهم أنه إسماعيل كان متروض من البيت مع أمه ولهذا عمليا أيضا كان هو ابنه الوحيد إسماعيل ما كان موجود في البيت وقت اللي الله طلب من أبونا إبراهيم أن يأخذ ابنه وحيده إسحاق أنه يذبحه والذبيحة ما صارت لكن كانت رمز للذبيحة اللي راح تيجي عن ابن الوحيد همنا يسوع المسيح يا رب يسوع بشكرك فعلا من أجل وعودك وإتمام الوعود اللي بتوعدنا بيها وصلي باسم المسيح أنه بتقودنا يا رب وتعطينا أنه إيماننا يكبر وينضج لكن أيضا يا رب خلينا دائما مركزين على وعودك وننتظر فعلا التتميمات اللي أنت وعدتنا بيها باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة